ريف حلب الشمال الشرقي يشهد قصف مكثف واستخدام للأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأيضا اشتراك لمرتزقة تركيا الذين أعادتهم من أذربيجان كيف نفهم سياق ما يجري هذه المعارك ضد الكرد؟ تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الحقيقة سياسات الدولة التركية التي كانت تطمح باحتلال أجزاء كبيرة أو بضم سوريا الخصبة إليها وهذا ما صرح به أساسها الأتراك بعد فشل كل سياساتها في سوريا بدأت تتراجع وبدأ أهمها الوحيد القضاء على المكون الكردي والقضاء على الإدارة الزاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وذلك عبر اتفاقات عندما تم بايع عفرين باتفاق بين الروسي والتركي وما يحصل الآن من انسحابات تركية من مواقعها هي تتم لتلك الاتفاقات الآن تم تهجير سكان عفرين كاملة يعني أكثر من نسبة 85% من سكان عفرين تم تهجيرهم إلى مناطق الشهباء وهي هذه المناطق التي تكون دائما عرضة للانتهاكات التركية بالقصف على مخيماتها وعلى تلك المنطقة بشكل عام من أجل أن يتم تهجيرهم من تلك المناطق أيضا ولا يكون لهم أمل في العودة إلى مدنهم وقراهم في عفرين ومحيطها لأن التركي جلب المستوطنين من مرتزقتها من من يؤتمرون بأمرتها سواء كانوا سوريين أو من غير السوريين وتحديدا من الإيقور الصينيين والتركمانستان ومجموعات كبيرة من الإرهابيين وعائلاتهم من الغير سوريين تم توطينهم في المناطق التي تم احتلالها تركيز التركي على تلك المناطق هي من أجل عدم عودة أو إبعاد كل من هو قريب من تلك المناطق في المخيمات يريد القضاء على تلك المخيمات لأن تلك المخيمات بنيت بشكل مؤقت من أجل عودة سكان عفرين الأصليين إلى مدنهم وقراهم هناك نقطة أخرى أيضا جدا مهمة وهي أن التركي لا يمكنه إيقاف الحرب حروبه الخارجية لأنه لا يمكنه انكفاء إلى الوضع الداخلي لأن هناك انهيار في الوضع الاقتصادي والسياسي الاقتصادي لكل الدولة التركية والسياسي لحزب العدالة والتنمية هو التنظيم الأخوان المسلمين الإرهابي ولكن بتسمية تركية يسمونه أكفاء العدالة والتنمية لا يمكنه انكفاء إلى الوضع الداخلي لذلك سيبقى يشعل الحروب خارجيا كانت في سوريا طيلة سنوات بعد اتفاقات أيضا مع الجانب الروسي ذهب بهؤلاء المرتزقة وجيشه إلى ليبيا بعد أن كان هناك موقف من الدول العربية وتحديدا جمهورية مصر العربية موقف حازم بالوقوف في وجه المد والاحتلال التركي الإخواني في ليبيا وجدناه افتعل حربا مع الأرمن في ناقورني كارباخ ودائما شريكه في تلك الصفقات هو الجانب الروسي فهذه النقطة بعدم إمكانية الانكفاء إلى وضع الداخل لأنها تعتبر حالة انهيار تام لحزب العدالة والتنمية ويعتبر موت لسياسات أردوغان في تلكيا